قرية المجامع الجولانية المحتلة المهجرة رغم حب الشديد لوادي زويتينان وسحره مناظر بركه وشلاله فقد ارتأيت هذه الزيارة أن أخرج عن مصار الوادي صوب قرية المجامع المحتلة المهجرة إنها قرية ممتدة الأطراف تقع على مساحات شاسعة على قمة التل الكثير من بقايا البيوت وحول قمة التل الكثير من الأراضي الزراعية والتي تفصل فيما بينها سناسل من الحجارة البازلتية كحدود للأراضي والطرقات يحدها من الشمال الشقيف والقصرين والسويهية من الشرق القصبي ووادي زويتينان جنوبا خربة الشيخ حسين غربا العسلية ووادي حوة تقع القرية على تلة ترتفع عن سطح البحر 270 متر بقايا بيوت بنيت بالحجارة البازلتية والطين وأسطح من الخشب والتوتياء وطرقات بين البيوت وحولها الكثير من الأراضي البركانية زراعية المسورة بلغ عدد سكان القرية قبل احتلالها عام 1967 حوالي بيتين نسمة معظمهم من عائلة البشوات ومن الأسماء المشهورة مختارهم الشيخ فارس البشوات عملوا بالزراعة خاصة البعلية كالقمح والشعير والكرسن والأراضي المروية تم زرعها بالبندورة والخيار والكوسة والبصل والثوم والبامياء والفلفل وطبعا زرع أشجار التين والزيتون والرمان والصبر والعنب ورب الكثير من أبقار الجولان والأغنام والماعز والدجاج والنحل لجن عسل السدر اعتمدوا على مياه الوديان المحيطة وأيضا مياه عين المروة أحد البيوت تميز عن بقية البيوت الأخرى باحتوائه على مطول الفراش شبيه بذلك الموجود في البيوت الفلسطينية القديمة ومغالق الشبابيك والأبواب بأقواس حجرية وهذا لم نجده بأي من بيوت الجولانيين ترجمة نانسي قنقر